سبونج التشوكليت هنعمله بطريقة بسيطة جدا لكن الطعم غني جدا بالتشوكليت هتقدروا تعملوا منه أحلى كيكات أمواس وكمان الجاتوهات ابهريهم بقى بشغلك الجميل شكل وطعم أتمنى أنكم تسمعوا الفيديو بالكامل وتستفيدوا منه إن شاء الله قبل ما نبدأ معاكم دعاء زغلون ولو أول مرة بتشوفوا فيديوهاتي ما تنسوش تشتركوا بقناتي على اليوتيوب وصفحتي بالفيسبوك عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله وصفتنا النهاردة مختلفة شوية عن وصفة سبونج الفانيلا اللي احنا عملناها قبل كده وصفة سبونج الفانيلا اللي احنا عملناها كانت قابلة للتشكيل تقدروا تعملوا منها سوسرول تعملوا منها جيكات أمواس تعملوا منها جيكات وهات كانت يعني مرنة وغير قابلة للكسر لو ما شفتوش الفيديو هسيب لكم اللينك فيه صندوق الوصف ضروري تشوفوا الوصفة وكمان تقدروا تعملوا منها سبونج اللي تشوكليت وأنا وضحت ده في الفيديو لكن وصفتنا النهاردة مش هتنفع معانا للسوس رول تنفع بس للجاتوهات وجيكات الأمواس لأنها حساسة شوية وقابلة للكسر تعالوا بقى نبدأ على طول دي كل المكونات عندنا هسابها لكم في صندوق الوصف مع الفيديو إن شاء الله أول حاجة هنجيب الزبدة هنحطها في طبق كبير شوية وهضيف عليها للشوكلت أنا هنا مستخدمة نوعين الشوكلت غامقة والشوكلت بالحليب تقدروا تستخدموا نوع واحد بس لو حبيتوا أو خليط حسب رغبتكم هندوبهم مع بعض سواء في المايكرويف أو على حمام مائي حسب المتاح عندكم هنصب لتشوكلت في بولة كبيرة بعد كده هضيف عليهم الحليب ويكون دافي مش بحرارة الغرفة لأ هنكون مدفيين الحليب هنقلبهم مع بعض يمتزجوا كويس بعد كده هنزل عليهم بالصفار هنقلب كمان بشكل كويس لو حبيتوا تحطوا معلقة فانيلا براحتكم لكن أنا هنا مش ضيفة فانيلا لأن طعم الكاكا والشوكلت مغطيين جدا على ريحة البيت خالص مفيش أي ريحة بيت هتكون زهرة معاكم نيجي بقى للمواد الجافة أنا هنا ضيفة النشا مع الدقيق ومقلبهم كويس ونخلطوهم مرة أنا هنا مش ضيفة أي بيكينج بودر أو بيكاربونات لكن فيه ناس بتحب أو إن هي تضيف بيكينج بودر أو بيكاربونات للكيك فلو حابين ضيفوا نص معلقة بيكاربونات أو بيكينج بودر أو ربع من ده وربع من ده توضيح بسيط دي شكل المعالق المعيارية اللي أنا باستخدمها وبقولكم ضيفوا منها ربع معلقة أو نص معلقة هي بيكون مكتوب عليها أي إن كان النوع اللي أنتو بتستخدموه البلاستيك أو المعدني أو أي نوع مفيش ما بينهم اختلاف خالص كلهم بيكون مكتوب عليهم معلقة ونص معلقة وربع معلقة وتم فعشان بيجيني أسئلة كتير قوي وبكون مستغربة يعني أنا ما بشوفش أي اختلاف بين المعالق خالص فهي دي اللي أنا باستخدمها ضيفوا منها حسب ما بكون كتبالكم في صندوق الوصف هننزل بقى بالدقيق ومعاهم الككاو وننخلهم مع بعض كويس قبل ما نضيفهم على الخليط هنقلب بالمضرب اليدوي وبالإسباتشولا لحد دلوقتي لسه ما استخدمناش مضرب قهربائي أهم حاجة أنزل بالمواد الجافة على أكتر من مرحلة وأقلب قويس عشان ما يبقاش عندي أي تكتلات من الككاو أو من الدقيق تفضل في الخليط لو شايفين إن الوصفة دي مكلفة شوية أو مش حابين تستخدموا زبدة أو تستخدموا تشوكلت ارجعوا للفيديو سبونج الفانيلا اللي عملناه قبل كده واعملوا منه سبونجة شوكلت هيعجبكم جدا جدا ومكوناته كمان بسيطة ده شكل الخليط بعد ما قلبت دقيق بشكل كويس هنركنه على جنب شوية لحد ما نخفق بياض البيض في بولة نضيفة تماما وجفة تماما هنضيف بياض البيض وعليه رشة من الملح هنبتدي نخفق على سرعة هادية وأول ما تظهر عندي رغاوي كده بسيطة هنزل بي السكر على دفعات هنفضل نخفق على سرعة هادية لحد ما نضيف كل السكر بعد ما نخلص إضافة السكر هنعلي السرعة عندنا لأعلى حاجة ونفضل نخفق لحد ما البياض عندي يوصل لقوام متماسك وقوي زي ما هتشوفوه معايا دلوقتي بعد ما بنوصل للقوام المظبوط هنوقف قفق ونجيب الخليط الصفار اللي احنا عملناه في الأول وهنبدأ نضيف البياض للصفار بشكل تدريجي ونقلبهم في اتجاه واحد وطبعا عملنا الخطوات دي كتير جدا مش أول مرة نعملها مع بعض بعد ما بنخلص إضافة البياض للصفار بيكون ده شكل الخليط عندي ممكن أوقات تحسوه يعني سايل عن كده شوية عادي ما تقلقوش مفيش مشكلة بيكون لأنه في زبدة دايبة مع حرارة الجو بيكون الخليط يعني سايلت شوية المقدار ده مناسب لصاج مقاس 30 في 40 هكون مشغلة الفرن قبل بربع ساعة على درجة حرارة 170 هنفرد الخليط عندي في الصاج بشكل كويس وهنهز الصاج كويس جدا عشان يخرج أي هوى فيه وكمان علشان يتساوى وتطلع معانا طبقة السبونج كلها متساوية وكويسة هندخلوا الفرن بياخد ربع ساعة لتلت ساعة بالكتير وبيخرج معانا بيكون ده شكله الريحة بجد جميلة جدا جدا هنجيب بقى ورقة من ورقة الزبدة هنحطها على وش الصاج كده ونقلب بحرص شوية علشان طبقة السبونج وهي لسه خارجة بتكون سهلة أو إنها تتكسر لو ما تقلبتش بشكل كويس وخاصة إن حجمها كبير هنشيل الورقة اللي كانت في قعدة الصينية بعد كده هسيبها تهدى كده شوية تبرد تلات دقايق لخمس دقايق هنجيب ورقة تانية ونقلب عليها السبونج تاني ونشيل الورقة كمان اللي من فوق شوفوا بقى معايا شكله جميل جدا الوصفة دي بتجمع بين الشكله الطعم والريحة يعني التلاتة ظهرين معايا بقوة في الوصفة وبجد يعني يستاهل التجربة هو طري جدا زي ما انتم شايفين حقيقي لكن زي ما وضحت في بداية الفيديو إنه مش هينفع معاكم للسترول عشان محدش يجرب ويقول إنه ما نفعش معاه أنا وضحته في الفيديو أكتر من مرة إنه خاص بلجة وهاتوي كيكات الأمواس ولو حبيت وتعملوا منه لأن فيه ناس بتقولي لو حبين بقى نعمل كيك مرتفع لأ كيكات المرتفعة ليها وصفات تانية هسبها لكم كمان في صندوق الوصف تحت الفيديو أتمنى أن الفيديو النهاردة يكون عجبكم واستفدتم منه وانتظروا الفيديو القادم هيكون فيه أكتر من وصفة مميزة جدا إن شاء الله هتعجبكم وضمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر